أنه نحن يعني إلى الآن نحن بنعاني من شح في الحصيدات في موسم الحصاد فالأتمتة بتساعدنا كثير جدا طبعا نعم 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 الآن الآن بذر البثور نفسها أصبح بالطائرات الدرون دي الآن أصبحت بطرق معينة بإنفر حراري على مسارات سرابات معينة بتسقط الحبوب باتجاه الريح خلاص نزلت زمان لما نكون منزرع ممكن كان تحتاج 20 نفر عشان يزرع عليك مثلا بصل تمام الآن لا فيه آليات حديثة للكلامنا بيسوق شخص واحد وموجود زرعات بطرق معينة وتعاد تصميمه وأنا متأكد أنه الحوة السودانية واللادى يعني إحنا أشياء زي دي إن جات عندنا في السودان الشباب السوداني نفسه عنده المقدر على التكار وتعديل هذه المعدات بما يتلائم بالفعل مع احتياجاته وطلباته المحلية فهذه كلها أشياء عندنا لكن إحنا ناقصنا ثقافة الإنتاج غير ثقافتك أفكارك دي كلها هتتغير حياتك هتمشي لك أدام بالنسبة برضو للحصاد برضو كذلك بعليش برضو في حتة حبيت أضيفة السودان من أكبر المصدرين للسمسم العربي نعم عشان تزرع السمسم ده دي إن لك 100 عامل دي ألف فدام مثلا عشان تقطف الحشائش دي إن لك تاني 60-70 عامل نعم تمام عشان تحصده دي إن لك فيها 50-60 عامل كذلك يعني أعداد مهولة من البشر وجدت حلولة الآن حديثة للحاجات دي يوجد ما يأخذ يعني الدراسات أو الزرعات دي فيها ما يقطف شيء ويترك شيء بالذكاء نعم زي ما بيسموها يعني ذكاء اصطناعي موجود بس برضو بيساعد البشر يعني إنت لو عندك 50 نفر وجود حصات زي دي إنت بتستاهد 5 أو 6 نفر نعم فهذه كلها حاجات بتساعد المزارعين لكن إحنا برضو بنستصحب فكرة تانية المزارع ده قد ما يكون عنده الإمكانيات أنه يجيب تخليفة عالية 500 ألف دولار و 400 ألف دولار غير إنك تدخيلها غير الحداثة اللي فيها التدخيلها هنا يجي دور اتحاد المزارعين أو يجي الاقتلافات أو التعاون إذا إحنا نشرنا ثقافة اليد في اليد وانفعني وانفعك وحميني وحميك